أندرو إيه السر؟ يعني إيه حكاية مصر مع لعبة السكواشة؟ إيه السر في التفوق؟ إيه السر في حب الشباب الصغار ونشئين للعب؟ أنا كأندرو مثلاً هتكلم عن نفسي شوية وأنا الحتة دي برضو نشئين كتير قوي ابتدوا بيها أنا فاكر قوي كان بطولة كان بتتعامل على صفح الهرم طبعاً الله يرحمه يعني أستاذ إبراهيم حجازي كان بطولة الأهرام كان بتتعامل كان أحمد برادة بيلعبها ولعيبة دولية زي ديفيد بولمر وجوناثان باور كنت أنا طفل صغير عندي ست سبع سنين وبطولة معمولة قدام التلات أهرامات حاجة يعني طبعاً مبهرة جمهور متأفل فدي بالنسبة لأنك كنت أنا فاكر على أيام الأندية كان بتطلع بصات مخصوصاً تروح تشجع أو تعمل حاجات للعبة دي فكنا بالروح فبتديت من هنا حصل الانجيجمنت أو أن أنا بتديت أخش في اللعبة أكتر وناس كتير قوي بتديت تخش فطبعاً كانت دي عنصر أساسي إن إحنا عندنا بطولات كبرى كبيرة قوي فالناشئين بتبص للعيبة الكبيرة بصة إن إحنا ليه من بقاش زيهم في يوم الأيام ليه ما بقاش زي أحمد برادة دي بس هي رياضة مكلفة اللي بيمارسها طبعاً بالفعل وعايز أقول يعني في جزء كبير قوي 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 بيتحملوا أولياء الأمور مادياً ونفسياً وعصبياً وكل حاجة لأن أنت من وين أنت عندك سبع سنين أنت بتبتدي تتمرن من أربع لخمس مرات وحدات برايفت مع مدرب وبتبتدي تروح حاجة اسمها جماعي تبتدي تلعب على العيبة زيك وكده إحنا متميزين لأن إحنا عندنا بنية تحتية ضخمة سواء ملاعب في كل أنحاء الجمهورية في حتى دلوقتي إحنا مش بس السكواش مباش مختص بس بالقاهرة واسكندرية لا في طنطة دلوقتي وفي كفر الشيخ وفي بورسعيد وطبعاً الاتحاد ابتدى يعمل فيها كمان في مناطق إحنا بنروح نلعب دلوقتي منطقة بورسعيد دي كانتش موجودة خالص بطولة منطقة بورسعيد ففيها نقاط كبير فالناس كتير قوي بتروح من كل جمهورية عشان تلعبها فتبتدي بتوسع على القاعدة تماماً